السلام عليكم. بالفيديو راح افرجيكم كيف ممكن نعمل حضر وبلوك لكل المواقع الجنسية والمواقع الاباحية اللي بتظهر معك اثناء عملية التصفح في الموبايل. وطبعا يعني باستخدام هذه الطريقة يعني لو حاولت تدخل على اي موقع اباحي مباشرة الموبايل راح يعمل عليه بلوك ورا يعطيك رسالة انه يمنع الدخول الى هذا الموقع. وكمان بامكانك تستخدم هذه الطريقة وتضيفها على هواتف الاطفال اذا كان يعني عندك موجود في البيت او على التابات علشان تقدر تحافظ عليهم من الدخول لمثل هذه المواقع. خلينا نبدأ معكم في الشرح. طبعا في البداية راح نروح على خيار الواي فاي اللي موجود عندنا على الموبايل زي ما احنا شايفين. تضغط عليه ضغطة مطولة راح يعطيك كل الشبكات اللي موجودة عندك. اه طبعا اللي بهمنا من الشبكات اللي هو الشبكة اللي احنا عاملين عليها المتصلين معها. راح نضغط عليها ضغطة مطولة. راح يعطينا خيارين اللي هو حذف الشبكة والتعديل احنا مباشرة. راح ندخل على خيار تعديل الشبكة اللي موجود عندنا اسفل الشاشة تحت. ومثل ما تشايف الموبايل راح يعطينا مجموعة كثير من الخيارات. طبعا اللي بهمنا من الخيارات اللي موجودة معنا اللي هو خيار الخيارات المتقدمة. ثاني خيار موجود عندنا. تضغط على الخيارات المتقدمة. وبعدها بتنزل في الشاشة شويلة تحت. راح تشوف عندك خيار اسمه إعدادات IPV4 DHCP رح نضغط على هذا الخيار رح يعطيك خيارين اللي هو DHCP وعندك الثابت رح نختار الثابت طيب بعد ذلك رح نروح على الخيارات اللي موجودة عندنا تحت طبعا رح تشعر قدامك خيارين مهمات اللي هو نظام أسماء النطاقات واحد ونظام أسماء النطاقات اثنين أو الDNS واحد والDNS اثنين رح ندخل مباشرة على نظام أسماء النطاقات الأول ورح نكتب فيها هذا الرقم طبعا تكتب نفس الرقم عندك على الموبايل طبعا رح نكتب ميتين وثمانية بعدين dot بعدين 67 بعدين نقطة بعدين رح نكتب ميتين واثنين وعشرين اثنين اثنين بعدين dot واحد اثنين ثلاث هذا بالنسبة لنظام أسماء النطاقات رقم واحد وبعدين منروح على نظام أسماء النطاقات الثاني وبنكتب هذا الرقم طبعا منروح على لوحة الأرقام نكتب ميتين وثمانية دوت برضو اه سبعة وستين بعدين بنكتب ميتين وعشرين اثنين اثنين صفر دوت واحد اثنين ثلاث وبعدين رح نطلع على الخيارات اللي موجودة عندك بوق طبعا رح تشوف قدامك اللي هي المربعات لكن مكتوبة باللون فاهد طبعا انت رح تكتب نفس الارقام اللي شايفها قدامك على الشاشة طبعا انت بتكتب نفس الارقام اللي موجودة عندك اكيد يعني على موبايلك مثلا عندي هور رح اكتب واحد تسعة اثنين اثنين دوت واحد ستة ثمانية دوت واحد دوت واحد طبعا هذا هو الرقم الاي بي الخاص في الراوتر وفوق رح اكتب لي واحد تسعة اثنين دوت واحد ستة ثمانية دوت واحد دوت مية وثمانية وعشرين وبعدين رح نضغط على حفظ علشان نحفظ الاعدادات بعد هيك بامكانك تدخل على المتصفح وتعمل بحث وتجرب تشوفها الفيلا تم حضر الكلمات الاباحية والمواقع الاباحية ولا لا تحياتنا لكم في امان الله